أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين وبنستكمل فرحتنا واحتفالتنا الحقيقة النهاردة مع النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية المرة التانية على التوالي والمرة التالتة في تاريخه في هذه الفقرة حيكون معايا أحد نجوم النادي الأهلي الكبار النجمة الكبير كابتن علاء ميهوب زي كابتن علاء شرف ومنور ألف مبروك مبروك علينا ومبروك على جميل النادي الأهلي ومجلس قدارته وكل ما ينتعمل هذا النادي العظيم هي حاجة جميلة جداً وحاجة محترمة جداً والنادي الأهلي مختلفة كابتن في كل شيء أنا شفت الإنترو بتاعك يا إسلام أنت بص من الآخر لك بتقول النادي الأهلي وتسكت عارف أنت فيها حاجات كده أنت مش بحتاج تتكلم عليها تقول النادي الأهلي تسكت خلاص بطولات وإنجازات وأرقام بتتحطم جماهير مش طبيعياً تكاتف مش طبيعي من كل الناس مجلس الدرات كل محترم على مر العصور لعيبة على أعلى مستوى دايماً عايز تكسب بتفرح جماهيرك هو ده النادي الأهلي النادي الأهلي من غير من غير إسفاف من غير حاجة من غير ما تخرج على النفس من غير حاجة خالص هو النادي الأهلي دايماً كده نادي قافل على نفسه عارفه وعايز إيه بيبدأ أشتغل على كده دايماً اللي خلينا النادي الأهلي بطولاتنا بإنجازاتنا الطويلة دي أن أنت مبصش الكلام يعني برضه لما محت من كلامك في الأول أن الناس بتتكلم والناس بتحاول تنقض وي 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 لكن هو دايماً ناس بتنقض اللي شافعه الأحسن اللي دايماً هو الأول في كل حاجة عشان كده الحمد لله هو ده النادي الأهلي مزيد من التصارات مزيد من البطولات مزيد من التفرح جماهيرك مزيد من الاستقرار مزيد من المبادئ من كل حاجة حلوة هي موجودة في النادي الأهلي الحقيقة هو ده النادي الأهلي وهناك فارق كبير جداً جداً الحقيقة ما بين النادي الأهلي وبقية الأندية ولكن النهاردة احنا فرحنا واتبسطنا ليس عشان المدالية الثالثة يعني عشان المدالية البرونزية الثالثة والثانية على التوالي ولكن أداء حلو في ظل ظروف صعبة وبتفوز على فريق كبير أعتقد أنه هو ده اللي بسطنا وفرحنا النهاردة كبير دي أكتر حاجة فرحتنا إسلام يعني ظروفك صعبة جداً قبل كأس العالم وجود لعيبتك مع المنتخب إصابات المباراة النهاردة كان لها طبع خاص جداً تبتلعب كبير أساس أسا بيقوله وأحد من أكبر أندية السعودية نادي كبير جداً نادي الهلال وعريق جداً وطريقة وجل جداً وبلعب النادي الأهلي أشقاء عرب وكل حاجة لكن أندية كبيرة قوي المباراة النهاردة مفيش حدك هل يتوقع سنايره بتاعه ده إطلاقاً إطلاقاً كله بتكلم بارح إنما فيه احترام متبادل نعرفين بعض كويس قوي القوة ضربة هنا والقوة ضربة هنا وهنبدأ نشتغل على على مباراة في سهل لكن السيناريو النهاردة لكن اللي عايز أقوله أن أنت كسبت النهاردة من قبل الطرد أنت كسبان المباراة من بدايتها بدايتك كتواضحة بدايتك كتبينة نيتك كتواضحة محترية من نادي الهلال كويس قوي لكن بدون خوف الفرق النهاردة في الملعب الإسلام هو ده نادي محترم نادي الهلال كويس قوي لكن من غير قلق وخوف نادي الهلال إلى حد كبير آه طبعاً دي خفتها أنا خفتها أنا خفتها على عمر جداً 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 الحمد لله الحمد لله ما أحصلتش حاجة طبعاً لكن على الجانب الآخر لا أنا حاسس نادي الهلال حاسس هو نازل في مباراة كده في المتناول لكن دي رجالة النادي الأهلي هو زي النادي الهلال يفكر بهذا الشكل أو المدير الفني طبعاً مين Debbie م para أو المدير الفني يعني يمكن عشان هو راجل ما يعني مش عارف كويس النادي الأهلي يمكن ولا مش عارف مش فيه أو أس على آخر حاجة لعبة النادي الأهلي أس على الآخر ونتظر لعبة النادي الأهلي في بطولة العالم النادي الأهلي ما ظهرش بمستوى الجامد قوي غير الشوت الثاني بس في بالمرس فهو أس على كده لكن هو ما يعرفش النادي الأهلي وقمته ولعيبته ولعيب تركز بعملة ازاي ولا جماهيره اللي وراف كل حتة ومسلماني واضح انهم يعني قاري الهلال كويس قوي محضر رعبة النادي الأهلي من اول ثانية اللي يشوف بداية المباراة يعرف ان النادي الأهلي نهاردة كان ناوي على المكسب من بداية المباراة انت مستحوز انت لضغط لعيبة الهلال واول مرة شوف مسلماني بيبدأ ضغط عالي واضح ان الموضوع كان يعني واضح جدا مش كان كمان الاهداف كلها حلو او جميل او طبعا الاهداف كلها حلو بس او اكتر واحد فرحتوله بصراحة عمر عمر الهدف ده هيفرق معاه كويس قوي وعمرها هاي لنهاردة كان عمر ولا مش عايز اقوي النجم بصراح انه كلهم نجوم النهاردة كل اللاعبين نجوم او لكن حمدي فتحي و حمدي فتحي بيفرق وجهة نظري معرفش انا بشوف ان حمدي فتحي سواء بيلعب في وسط المدافعين الاتنين الاستوبر او في وسط الملعب اعتقد ان حمدي بيفرق كتير جدا في الناحية الدفاعية وكمان ازاي بيطلع بالكورة من ورا بيفرق معانا كتير جدا عمر حمدي فتحي وبيديها بعد كده العمر السلية غير بقى الكرات العرضية ووجوده في كل الكرات العرضية بص اسلام وجهة نظر طبعا انا معاك مية في المية ده اسمه خلب الاسد حمدي ده خلب الاسد ده ما تستغناش عنه ولا في وسط ملعبك ولا ما بيلعب مساك ولا تستغنى عنه حتى منتخب مصر النهاردة فيه لقطة جات على حمدي في اخر ثاني مباراة انت كسبان اربعة تحس ان واحد متعصب جدا ومدائج جدا وكسبان اربعة وكسبان اربعة تحس ان المبارنسة بدقة هو دي نوعية اللعبة النادي الاهلي هو ده حمدي فتحي يعني ما تقدرش تستغنى عنه خالص في منظومتك في الفريق الى جانب ديانج الى جانب السلية انت بتملك نص ملعب نموذجي اي مدير فني يتمناه في العالم خصوة تهدون بمشتوهم انت ما عندكش مشكلة خالص النهاردة حيث ان انت تحط التشكيل ده ببداية احمد النهاردة احمد عبدالقادر كمان النهاردة يبدأ ببداية المباراة لأ النهاردة انت بس اي كنت سامعكم فلسطة التحليل اللي فات بتطلبه ان احمد يبقى موجود دي حقيقة ايسلام دي حقيقة لانه احمد من عقاية اللعبة اللي انت اللي انت بتحبها لعب مهاري سريع بيعمل لك الفرق على طول وهو مستو المسلماني ما كبرش حتى لما احمد كان احتراطي ونزل لا واضح الفرق موجود فهو يعني هو وفق جدا نهاردة ان عمل تشكيله مناسبة جدا 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 لمباراة الهلال بالافراد اللي موجودة في الهلال السعودي بقى عشان هنفكر بعد كده في الهلال السعودي طبعا فكر نهاردة عمال اقولي الهلال وكل شيء يقولي يا كابتن في الهلال السعودي يوم الجمعة لكن هو النهاردة النهاردة المباراة بصراحة عملت صح قوي من بدايتها المباراة معمولة صح من الاول خالص تشكيل بداية طريقة تركيز انت المساير المباراة زي ما انت عايز بقولك واحد سفر حصل طرد في طرد دي ظروف مباراة وطردين ما فهمش كلام حتى اخواتنا في السعودية قالوا هذا الكلام ودي حياء اسلام اصلاق دي واضحة جدا لكن هو التصرف التاني بتاع محمد كيندو تحس ان هو واحد برضو مش مركز في المباراة خالص عملت كده فيه فهر بره بس انت التركيز مش عالي ده الفرق بانك مدير فني منزل لعيبتك مركزة كويس قوي ومدير فني الى حد كبير ما عارف مش كمبر دماغه شوية مش قلقه من لعيبت النازل الآن لكن حصل طبعا اللي هو كان وقف على الخط مش متخيل ايه اللي بيحصل ومش مستوعب ايه اللي بيحصل من بداية المباراة لكن النهاردة لا انت مستردت مكسبك انت فايز عن جدارة واستحقاء ولعب واستحواز وتزديد واهداف انت كل حاجة نهاردة في الملعب كان فيه نهاردة فريق واحد في الملعب فريق النادي الاهلي مع الاحترام الكامل الليل السعودي وعرقته وتاريخ ولكن النهاردة النهاردة كان اللون الاحمر هو اللي كان موجود في الاستاذ في الارض الملعب واكيد في المدرجات وفي المدرجات دي حقيقة لانه المدرجات الاكتر كانت لجمهور النادي الاهلي والحقيقة ده كان بسبب ما حدث خلال الفترة اليومين ثلاثة الاخرانيين الحقيقة كان هناك شغل كبير جدا في هذا الامر في موضوع التذاكر وواضح جدا يا كابتن يعني ايه جمهور في الملعب بمعنى اول مباراة لينا مع منتيري فوزنا بسبب وجوده وجهة نظري النهاردة فوزنا بسبب وجود الجمهور يمكن المباراة اللي كنا فيها نص نص كانت المباراة بتاعت بالميرس كان جمهورنا قليل جدا بصلا يا اسلام طول عمرك من يما احنا كنا بنلعب وانت جمهور انا ما لعبت انت حاسس بيئي من جمهورك جمهورك بلي فعل السحر يعني وانت في الملعب اكيد بتحس بيه حتى وانت بتتفرج تحسن الجمهور الاهلي لا الجمهور الاهلي من غير جمهور ما فيش تمتاع بكورة القدم فما بالك الجمهور دي جمهور النادي الاهلي جمهور ما تعافش تصنفها ما تعافش تقول عليها وصف كل الاوصاف الحلوة اللي عدد كل حاجة تقولها في جمهور النادي الاهلي فعلا مش في مكسبك بس ما بيحصل تعصر تحس ان اول ناس وقفة قبل اي حد هي جمهيك وانكده الحمد لله انت كمان النادي الاهلي محزوز بجمهيره يعني هذا الاهلي محزوز بالناس كتير قوي الى جانب محزوز بجمهير الحمد لله على مدار السنين كلها خلال الفترة السابقة كان هناك نقد كبير جدا لبيتسو موسماني حتى في حالة الفوز انا اللي دايما ما عندكش ما عندكش مشكلة وعلى فكرة ما انا بسمعك فلسطولي التعليلي ما انتو ساعد بتنتقدوا اداء بتنتقدوا تغيير هذا طبيعي ولكن الراجل بيكسب هل من المفترض ان انا دايما حتى هو بيكسب بعض اضرف فيه ولا المفترض ان انا اعمل ايه وليه كده يا كابتن علاء يعني ليه دايما الناس خلال الفترة السابقة سواءات تحليلية خارج طبعا قناة الاهلي كانت دايما بشوف انها كانت بتشكك في قدراته بتشكك في قدراته ومكحفة حتى حتى الفوز يعني مبروك الاهلي كسب لو فريق تاني كسب يقولك اه او حتى تعادل او اتغلب يقولك اصله متغير ومدرر وعمل وعمل هي بصها اسلام هي واضح ان هي كانت حاجة بتطلب فيك انت بتطلب فيك حاجة بتطلب فيك انت في النادي الاهلي نفسه هو حتى مديره فنه وبعدين سمع ان كان لسه فيه تجديد ومش تجديد هو عايز يعمل مشاكل يعني هو عايز يعمل مشاكل ان النادي قال لسه مجددش مسلماني لسه مجددش لسه الامور ما خطتش فقه يقولك طبعا حتى لو بيكسب احنا ممكن اخبط 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 اه بس بكسب طبعا اعمل ايه هو حتى بيقول يعني هو حتى يعمل هو بيشكك بعض جمهير اسلام لكن مش الناس اللي هما جمهير الكورة وبتطلب النادي الاهلي او المسلماني نفسه مسلماني راجل عنه صغف نفسه جمده جدا عن صغف فرقيته في المجلة في الإدارة في إدارة الكورة لعيبة نفس الكلام صغفة متبادلة بينها وبين المدير الفني عشان كده بيحاول يقبط فيك في اي حاجة انا بقولك اسلام دايما دايما الواحد بيبص على اللي حسن منه اما حاجة من الاتنين اما تحاول توصل زيه بالطرق الطبيعية اما حاول تشد فيه لكن مش هينفع خلاص الحمد لله النادي الاهلي بجماهير ومجلس دارته بلعبته بمديره الفني خلاص عارفه ان دايما في عينهم على النادي الاهلي بمديره الفني لكن النهاردة زي ما انت قلت في الانترو لا ما فيش نضح سب من كده انتم بتكلموا يا جماعة انا دايما بقول حاجة المدير الفني يسو ببطولاته بس هو ده الحل الوحيد اللعيف يسو بكفاءاته يعني الكلام على اسلام كفاءة واحد اتنين تلاتة غير كده لأ قوت انما المدير الفني يا نهاجة حسبك عليه فاخر السار انت المسلا ده اللي انا باستغرب لو قد يكون الاداء عندنا عليه بعض الملاحظات في بعض الأوقات في الدنيا كلها لا لا في بعض الأوقات ماشي انا معاك انا معاك لكن لكن انا في الاخر الاخر السنة لما اجا شوف انا نلحق بستة بطولات خدت خمسة بس تعال حسبني اولا سبعة خدت خمسة بالضبط انا اللي بينه بينك بطولات يعني انت بس الوقت انت كابت خطيبه انا مسلمان اما اجا حسبنا تحسبنا تقول لي ايه سبعة بطولات خدت ستة او ستة خدت خمسة انت بانتهاء انت ما فيش بعد كده انت هايل اه الاداء ما فيش فريق في العالم بيمشي على نفس الاداء بيحصل اوقات بعض الحاجات اللي هي تبقى خارجة عن قراته لكن في الاخر انت بتيجي تحسبني على انا خدت كم بطولة لكن هو طبعا لا طبعا حاجة جميلة طبعا طبعا معا لقاء خلينا نطلع نشوف نعم بولا جميلة خلينا نطلع نشوف ماذا قال امير هشام او ماذا قال الحمد فتحي مع امير هشام ومعليش السلوك ده اخلف بعضه وواليد سليمان وعلى ما يهوب وبتاعه فرحة الفوز وحاجات كتيرة جدا فالفرحة حلوة معليش عذروني النهاردة انا الحقيقة بجد مش انا الوحدي انا ما بشوف الناس كلها يعني لو تشوفوا كتن علاقة كان بيعبل ايه بره ماش عايز اقول لحضراتكم لكن هي الفرحة كده دايما تلاقي السلوك ده خلال بعد خلينا نطلع نشوف ماذا قال حمد فتحي مع امير هشام ودرجة نكمل مع حضراتكم بجد تحية بك يا كابتن اسلام ومكل مشاهدين متابعي قناة الاهلي في كل مكان معايا في هذه اللحظات يعني واحد من نجوم النادي الاهلي واحد افضل اللاعبين في الكرة المصرية من وجهة نظر للشخصية ومشانا بس اكيد ناس كتير جدا جدا ممتابعين وهو حمد فتحي يا حمد ببارك لك في البداية بقول لك الف مليون مبروك ومناورنا حبيبي يا امير ربنا خليك يا رب وبشكرك على الكلمتين الحلوين دول وانا مبسوط ان انا موجود معك او بسجل معك يعني بص انت استحق اكتر من الكلمتين دول بكتير بصراحة لعيب راجل لعيب بتقدي بروح عالية جدا جدا في الملعب سواء مع الاهلي او حتى مع منتخب مصر لعب مهم جدا في وسط ملعب القرى المصري الحمد لله امير وطلع انا مسي على كابتن اسلام طبعا الاول عشان مسي عليه طبعا الاول والحمد لله يعني الواحد اكيد بيلعب في نادي كبير في النادي الاهلي ومنتخب مصر عموما فشرف لا اي حد يبقى موجود في المكان ده او مكان ده بصراحة بس الحمد لله يعني لازم تطلع كل اللي عندك وما تبخلش يعني عن النادي الاهلي او منتخب مصر حمد الحمد الظروف كانت صعبة جدا بالنسبة للأهلي في البطولة دي وانت كمان كنت موجود مع المنتخب ووصلته لنهاية أفريقيا لكن للأسف ما كانش فيه توفيق ان احنا ناخد البطولة فأكيد اضايقت طبعا أكيد مريت بحالة نفسية يعني صعبة شوية قبل ما تيجي عن النادي الاهلي تخش في تحدي جديد وهو تحدي دولي برضي وبيمثل الكرة المصرية اتعاملت في الفترة دي تحديدا ازاي اللي هي ما بين الاخفاق في كأس الأمم أفريقية والبداية او استكمال مشوار الأهلي في كأس الأمم بص انا اقول لك يعني بالنسبة لك كأس الأمم احنا تعبنا من اول يوم روحنا فيه وعنينا كثير بصراحة يعني احنا احنا في بلد واحدة تقريبا نركبنا اربع طيارات بنسافر وبنرجع وبنروح نلعب ولعبنا تتاع 3 ماتشاط اربع ماتشاط 120 دقيقة فتعبنا فكنا نتمنى ان احنا ناخد البطول عشان نفرح شعب مصر وكاد هتبقى حاجة بالنسبة لنا حاجة كبيرة يعني بس في الاخر ما حصلش نصيب واكيد كلنا زعلنا ودايقنا فبعدها بيوم تقريبا جينا على ماتش بالمراس فكنا محتاجين ان احنا نكسب فربنا ما وفقش طبعا فأكيد الواحد تقصر فالحمد الله كنا مركزين النهاردة كنا ملاقي فريق كبير والحمد الله كنا مركزين من قول ان احنا نكسب طيب ده كان واضح في الحقيقة لكن برضو في نفس الوقت قدرت ان انتم في موبرات بالمراس انت حتى منزلت عملت شغل كبير جدا كمان نقلت اشادت المدير الفني الفريق بالمراس اللي قال كلام كبير جدا فحاك ما عرفش عرفت ولا بص انا حد قال لي يعني هم قالوا لي بعد المتش بس انا عايز اقول لك برضو انا اداء كبير او احنا ما كسبناش فانا ما قدت كامبان عليك او زعل حتى بعد المتش ما بحس ان انا ما عمدش حاجة او ان احنا كلنا عمداش حاجة هي في الاول وفي الاخر ان احنا بنلعب عن مكسب فالمكسب ده بيبقى لنا كلنا والنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي فأكيد الواحدة يبقى زعلان وميد داي يعني كان نفسه يبقى وكان حلم انه يبقى موجود في نهاية بطولة كبيرة زي بطولة كاس عنا مقندية فالحمد لله يعني ما حصلش نصيب وربنا يكرمنا عندي السنة جاء ان شاء الله ناخو بطولة افريقيا ونبقى موجودين ثاني ونصعد نهاية يعني ان شاء الله تعني برونزالك مع النادي الاهلي بعد برونزاية السنة الفاتت انهي اغلى والله بص اللي اثنين برونزية في سنتين وارة بعد حاجة كبيرة ومبروك لجمهور النادي الاهلي وان شاء الله السنة جاء نركز اكثر وربنا كرمنا بإذن الله هتكلم على جمهور الاهلي قبل ما تكلم عن مبارات الهلال النهاردة انا اريد استغل بصراحة واجدك معي هتكلم في كذا حاجة لكن جمهور الاهلي انت مبارات منتري بس اكيد كان مال الستاد جدا مبارات بالمرس كان فيه ظروف معينة خاصة بحاجز التذاكر لكن مبارات النهاردة كان دور جمهور النادي الاهلي واضح انه كان مال ملعب كل بص هو في الاول وفي الاخر هو جمهور الاهلي على طول بيدينا دفعة كبيرة في كل المتشوات يعني لو نلعب كل حاجة يعني وربنا يكرمنا ان احنا نفرحهم يعني مطش الهلال بعد مبارات بالمرس فكان فيه زعال كبير اكيد لانه كان طموح ان احنا ناخد هلال فريق كبير وامكانيات كبيرة جدا لكن النهاردة شفنا الاهلي بامكانياته كبيرة برضو بجامريته الكبيرة قدر انه يفوز بنتيجة ممتازة 4-0 بغض النظر عن كروة الحمرة من اول مبارا احنا ما شاء الله راكبين المطش بشكل كويس جدا بصوا المطش كله كان بتكلم انه صعب اكيد مطش صعب وفرقة كبيرة بس احنا احنا تعودنا واحنا في النادي الاهلي بنحب المطشات الكبيرة يعني احنا ما بنقعد مع بعض لأ يعني عارفين ونبقى مركزين في المطشات هتسفروا مسكين المطش وانا حطيت سيناريو في دماغي بصراحة قبل المطش ان احنا لو جبنا جنف الأول هنكسب كتير فالحمد الله يعني ربنا بيوفق طيب عايز منك رسالة الجمهور الاهلي اللي بيحب حمدي فتح جدا ومرتوب بحمدي فتح جدا ودايما بيبقى يعني زي ما انت قلت ساند وداعم للفرقة كلها وبيحب زي ما قلت لك حمدي بشكل كبير بصراحة شايف حال التعاطف دايما من جمهور النادي الاهلي تجاه والله بشكرهم جدا وانا كمان بحبهم وبشكرهم على الدعم اللي هم بيدعمه لي على طول وفي طهري وفي اي مكان بصراحة يعني على طول بيدعموني وبيحبوني فأنا بحبهم جدا والواحد لما بيتعب في الملعب أو أنه بيطلع كل اللي عنده عشان عشان الناس تبقى فرحانة ونحط النادي الاهلي في مكانة بعيدة وأكيد احنا لنا بيبقى لنا طموح بيتحقق حاجة فبيبقى بالنسبة لك تحقق حاجة أكبر يعني فأنت بتقول مثلا ان احنا كنا على أقل في الضية لأ كان عند طموح كبير السنة دي نلعب نلعب على الدهبية ليه ليه من لعبش على البطولة بس الحمد لله عندنا مكانيات كبيرة ولعبة كبيرة وجهاز فني محترم وإدارة محترمة وجمهور محترم فليه من لعبش على البطولة ان شاء الله السنة دي نركز أكتر ويعتبر بدئين سنة جديدة وخلاص عندنا ماتشاط في أفريقيا هتبدأ بطولة بإذن الله في يوم الأيام وده حلم وطموح عند كل الأهلوية أكيد أنتوا هتشتغلوا عليه بشكل كبير ومنظومة كلها هتشتغل عليه بشكل كبير لكن لم يفعل لعيب دولي مهم في منتخب مصر وماخدش منه رسالة لجماهير الكرة المصرية قبل بالتحديد ماتشين السنغال وحلم كاس العالم بالنسبة يعني صفحة البطولة عندنا مطرين تانيين مع نفس الفرقة اللي كسبتنا في النهائي فأكيد هنبقى مركزين يعني لو كنا هنركز مية في المية لازم نبقى ميتين في المية عشان حاجات كتير يعني حلم لنا ان احنا نسعد كاس العالم مرة تانية على التوالي وحلم لعيبة كتير ما رحيتش كاس عالم في المنتخب فأكيد هنبقى مركزين أكثر وإن شاء الله ربنا يكرمنا والتوفيق يبقى معنا شكراك يا حمدي وبالتوفيق دايماً حبيباً متقضل حبيب يا أمير ربنا خليكم بسوط لأننا كنتم موجود معاكم مع جاتين إسلامي شكرا يا حمدي بشكراك شكرا جزيلا يعني طبعاً ده كان النجم الكبير جداً جداً حمدي فتحي ما شاء الله ربنا يحمي يا رب من الإصابات لعيب مهمة قوي في الأهلي ومهمة قوي في منتخب مصر إن شاء الله يكون موافق مع الأهلي خلال الفترة اللي جاي عندنا يعني تحديات كتير جداً وكمان مع منتخبنا الوطني وتحدي التأهل لكاس العالم بإذن الله تعالى فلسه مستمرين معاك كابتن إسلام وكواليس إن شاء الله هنحاول يعني نجيب كواليس بقادر مستطاع لعني كانين أقولك أن كل الوقت بيحضر شنطه لأن الطائرة بدري بكرة صبح بدري فكل في غرفه ويحاول يحضر الشنط بتاعته عشان يبقى جاهز في التحرك بشكل مبكر لكن بقادر مستطاع بيحاول يعني نجيب بعض اللقاءات ونفرح مع جمهور النادي الأهلي عود لك في الستوديو ونرجع مرة تانية بإذن الله أنا أشكرك جداً أمير على كل هذه اللقاءات وعلى كل هذه الكواليس وبحمد فاتح أنا لسه كنت بقول الكابتن علاء باين عليه الهدوء باين عليه الثقة باين عليه الاحترام باين عليه حبه لجمهوره حاجة محترمة جداً يا كابتن علاء نوعية جميلة نوعية لعيبة بتتمناها والحمد لله طبعاً أن عندك حاجة زي حمدي فاتحي وهو عارف هو فين حمدي مش من أولاد النادي الأهلي لكن هو مجي النادي الأهلي وعارف هو جاي فين وعارف إيه هو النادي الأهلي عشان كده مقدر الإيمال هو فيها ومقدر النعمة اللي فيها طريق الكلام هو هادية جداً حسنا هو هادية جداً ومحترم جداً وعارف بتفرح وشوف لعيبة زي دي النمازج حلوة جداً 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 حاجة جميلة طبعاً هو هادي في الكلام الحقيقة ولكن في الملعب مش هادية بالمرة لا في الملعب مش ممكن النهاردة النهاردة إسلام لو شبت الماش ما فيش فاول حد العمل ولعيبة النادي الأهلي غير حمدي رايح للحاكم رايح للحاكم لا شخصية جميلة ما شاء الله عليه عموماً هنكمل كلامنا مع كابتن علاء ولكن خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى هذه الاعتفالات البرونزية التالتة والتانية على التوالي في كأس العالم للأندي رفعتم الرأس وأبهرتم الناس ده كان آخر كلام التقرير وبالفعل جمهور النادي الأهلي سعيد جداً جداً بما يقدمه النادي الأهلي أو يقدمه لعيبه النادي الأهلي وجهازهم الفني والإداري الحقيقة حاجة محترمة جداً وعايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جداً 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 كان من المفترض أن تكون هناك احتفالية بكرة بالليل في قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة أن نكون مع حضراتكم ومعنا بعض اللاعبين اللي كانوا المفروض أنهم ما كانوا هيرجعون النهاردة الصبح برضو يا كابتن علاء وأكيد حضرتك هتبقى يعني عارف الكلام اللي أنا هقول ده كويس النهاردة يعني في إطار الحرص على البطولة الأفريقية اتقفل الباب اتقفل باب الاحتفالات وحيتفتح باب البطولة الأفريقية وبالتالي تم تأجيل كل الأمور أو كل الاحتفالات خلال هذه الفترة لما بعد لما بعد إمتى مش عارفين لكن دايماً لأن قناة النادي الأهلي هي قناة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي وبالتالي إحنا هنكون أول الملتزمين بهذا القرار كيف تساعد الحفيز شاف لأ يجب أن احنا نقفل على اللاعبين خلال الفترة اللي جاية بسبب أن احنا عندنا مباراة يوم الهلال يوم الجمعة القادم مع الهلال السوداني وبالتالي وجب الغلق خلاص فرحنا أو اتبسطنا النهاردة من بكرة إن شاء الله الناس ترجع تاخد أجازة يوم بعد بكرة يبقى كله موجود ولكن إن شاء الله الاحتفالات حييجي وقتها ويكون كل لعبة النادي الأهلي من خلال شاشتكم شاشة قناة النادي الأهلي موجودة مع حضراتكم إن شاء الله خلال الفترة القادمة إمتى ربنا يسهل إحنا دايما الاحتفالاتنا كتيرة فأعتقد قرار صائب جدا عبد الحفيز ومش غريبة عليك ومش غريبة علي ومش غريبة على أنا قلت اتحدي مش غريبة عليك ولا غريبة علي ولا غريبة على لعبة النادي الأهلي لإنك خلاص الحمد لله سبت النهاردة للمركز الثالث دايما أنت ما عندكش وقت للأفراح والمقابلات وكده عندك مباراة خلاص أنت النهاردة فرحت ويتسافر إن شاء الله النهاردة وصل الصبح أكيده تفرح مع تركز أنت الأهلي أنت البطل أنت مطالب البطولة هو ده هو ده النادي الأهلي وهو ده قدر كل لعبة النادي الأهلي الموجودة في النادي الأهلي وقدر حلو وجميل جدا هي حد يتمنى طول عمرك يتمنى أن تاخذ بطولات وعلى طول أنت نمر واحد في حتة الاحتفالات أنا طبعا أتفهم معك أسلام وأتفهم مع سيد وأكيد الكابتن كابتن كان لي كمان أكيد الكابتن أكيد كابتن مع سيد والقرار طبعا ممتاز الحمد لله أنت قلت كلمة حلوة في الآخر إمتى إن شاء الله تبقى الفرح ما تعرفش هو ده أدرك لكن الحمد لله على كل حاجة عشان كده بطولاتك كتير بطولاتك بتخلص أنت عطول بتخلص بطولة بتضغر على التانية هو ده النادي الأهلي وديه كان من المفترض أننا هنا في القناة كنت نعمل احتفالية بكرة بالليل مع بعض اللاعبين اللي كنا بنتفق أن هم يجوا إن شاء الله لكن وانع الهوى مع حضراتكم اتخذ هذا القرار في إطار الحرص على البطولة القادمة ولا أكثر ولا أقل لشان كده دايما سنبقى كلنا يعني إحنا دايما في ظهر أي قرار يتم اتخاذه في إدارة النادي الأهلي أو إدارة الكرة وفي النادي الأهلي كابتن علاء المطشن نهارده وإحنا عاديين بنتفرج كان عندنا ثقة ليه إيه الفرق يا كابتن يعني أنت بتلاعي فريق كبير زي الهلال عنده مجموعة لعبين بستين سبعين مليون ستين سبعين مليون جنيس تليني وبالتالي إيه الفرق إن أنت كنت قاعد واثق إن أنت مع بداية المباراة واثق إن أنت حتكسب إيه الفرق هو ده صح اللعيبة اللي بدأت النهارده هم دول أحسن لعيبة يبدأوا أمورها كتشكيل بدايتك ضاغط على الهلال بقول لك أنا ضغطة عالية أومر شو مستمين يعني البداية أنت شايفها هيا أنت لعيب كرة وعارف دايما إحنا بناخد بتاخد سير مورام من بداية كلعيب يعني إحنا بنعرف كمدربين بنعرف النهارده الدينية ما فيها إيه بدايتك بدايتك النهارده على أحسن ما يكون في كل حاجة أنت شارك في الملعب يعني مالي الملعب كله ضغط على فريقه الهلال كويس قوي النهارده الهلال حتى لو ما كانش ديك حقك قوي فهو خلاص اتاخد ما يعرفش خش الموتش تاني لأنك انت خلاص خلاص تاك 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 بزاك انت ركبت المباراة والأمور كمان ساعدتك الحمد لله بهدف مبكر بقى وخلاص الأمور ساعدت بعد كده طرت بهدف تاني بتاني برابع لأ انت النهارده مع الاحترام الكامل للهلال السعودي انت أحسن في كل حاجة بيبان يا إسلام بيبان بدايتك انت عايزي مباراة النهارده واضح أن يلومين اللي فاتوا موسي ماني كان مركز كويس قوي هيلعب ازاي تحفيز اللعيب على أعلى مستوى لازم البرونزية بس لازم برونزية بالمجهود اللي حصل النهارده بكم الجري ده بموقت اللعيبة المركزة دي وفي الآخر يعني في الأول والآخر توفيق ربنا ربنا موفق فالحمد لله نهارده كل العوامل اللي تساعدك انك تظهر النهارده وتاخد برونزية للمرة التانية على التوالي موجودة النهارده أنا متأكد يا إسلام ان لعيبة نادي الهلال فوقه بشكل النادي الأهلي وابدايته وضغط الجامد جدا والحماسة عند لعيبة نادي الأهلي كابتن بما أن أفشا معنا على الصورة يعني أفشا الفترة اللي جاية طيب في أن أنت كسبان النهارده مبرزة يدي هل من الممكن أن نحن مثلا نشوف أفشا يقعد شوية يريع شوية يعمل شوية ولا أنت شاف هتبقى الأمور ماشية ازاي الفترة اللي جاية لو أنا مدير فاني مش غير في الفريق دي بطير نهارده ده أكيد لكن محمد مجد يبقى موجود وأكيد أبقى ليه دور اللعبة دي يا إسلام أن دائما عندك دافع دائما فيه منافسة دائما أنا مش نمرأ واحد ما فيش حد في نادي الأهل هنا نمرأ واحد كله الآن كله عارف أن فيه حد مستان يأخذ مكانه وطبعا منافسة جميلة جدا وشريفة جدا طبعا ده مصطفى شوبير مسك ده جميل ده كمان ده جلع مباراة أخذ مديليا أخذ بلونزية عالماشي كده حاجة عالماشي كده بس سبحان الله يا إسلام تعيس أنه حاجة جميلة جدا محمد عبد المنعم ده وشخصية جميلة وربنا موفق وربنا كده يعني عارف لا كبير يعني حتى من المنتخب لعب خلاص مش عايز يرقص بص مش عايز مكسوب جدا هو روض نحن هو خجول جدا طبعا يعني طبعا مصطفى شوبير قالبها لكن الوقت خجول جدا مبروك عليهم طبعا ودين المكاسب مكاسب أولا منتخب مصر ومكاسب البطولة دي كمان محمد عبد المنعم طبعا عودته لنادي الأهلي أكيد أضافة كبيرة جدا جدا وهو أكيد في قمة قمة ساعته يعني بعد النادي الأهلي ما تدورش على أي فرحة تاني لكن زي بقولك المنافسة مطلوبة ومحمد مجد لازم يرجع محمد مجد للناس بيعتمد عليه وفريب يعتمد عليه ويعمل فرق في أي مكان بلعب فيه فهو ده دي الحاجة الحلوة أكيد دي الحاجة الحلوة وده الفرق زي ما حضراتكم شايفين يعني مصطفى يمكن واحد من أصغر اللاعباء اللي موجودين ولكن فرحته بين حمزة زياد طارق قدامنا وزياد طارق صحيح مديلة ها على رأيك يعني بص كم سنة ما شاء الله هو مديلة ها يعني لسه يعني بسم الله ما شاء الله الفرحة حلوة برضو ها طبعا جميلة جميلة ها يعني جميلة ومجدي أبشا هو فحاجات حلوة جدا وحاجات كدهي مرأة أصعامر كمان مرأة أصعامر لأ عمر بحقه بقى يرقص شوية خلي بالك الضغطة اللي كانوا ما تغطينها اه دي حقيقة دي حقيقة الضغطة فقا فضيعة لكن ده بقى مش يرقص لو بص ده عبرات وش بص عبرات وش هو خجول جدا يعني حتى بيتكلم مع عميل الوقت إسلام انت حتى قلت شخصية خجولة جدا وهدي جدا هو ده جميل كمان ما تسمعون يا جماعة كده اللي بيحصل محمد محمود ده كمان جميل نفسي إن شاء الله يرجع الملعب تاني إن شاء الله يلا طيب زي ما حضراتكم شايفين دي فرحة لعبة النادي الأهلي النهاردة بعد نهاية المباراة في غرفة الملابس لكل فرحان لكل مبسوط لكل سعيد فيعني إن شاء الله إن شاء الله ربنا يديم علينا الفرحة وإن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم خلاص تم قفل باب الفرحة النهاردة الناس هتفرح وتتبسل طبعا زي ما حضراتكم شايفين تدقم من بكرة الأمور هتختلف وحيكون إن شاء الله إن شاء الله هناك تركيز كامل فيما هو قادم خلينا نطلع أو نرجع لأمارات أبو ظبي مرة تانية ونشوف زياد طارق ماذا قال زياد طارق ونرجع نكمل معها مستمرين معك كابتن إسلام ومع كل جماهير النادي الأهلي في أعقاب فوز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية وهذا الإنجاز المميز وظل ظروف صعبة جدا دلوقتي جيب لك معايا مستقبل النادي الأهلي بإذن الله والجماهير النادي كلها يعني بتستبشر فيه خير بشكل كبير بعد تقلقهم على الفريق في كاس الرابطة وبالتالي متواجد في قائمة الأهلي في كاس العلم للأندي وخطواتنا شاء الله سريعة من زياد طارق مستقبل النادي الأهلي يا زياد زيك عملي أمير الله أخبار مبروك الله يبارك فيك يعني طبعا مشاركة السنة دي في كاس العلم الأندية بس موجود في قائمة ده في حد ذاتها حاجة كبيرة جدا بما إنك لسه يعني بتقول باسم الله الرحمن الرحيم مع الأهلي مع الفريق الأول وقررتك طبعا في الأول عايز بس سمس يا ركبتان إسلام واشكر رجع الكلام اللي انت قلته الحمد لله كانت خطوة مهمة جدا بالنسبة لي إن أنا أتأيد حاجة ما كنتش متوقعة على الصراحة كنت ألمن شوالك إنهم الحمد لله وصخوا فيي وأأيدوني بس معاك ماداليا هاي الحمد لله الحمد لله يعني مش قادر أوصف أنا مبسوط قد إيه شعور مختلف إحساس جميل جدا فالحمد لله يعني بحمد ربنا زياد بالمناسبة كابتان إسلام يعني متربي جوه الأهلي من هو صغير جدا بيلعب مع الأعمار المختلفة والفرق المختلفة داخل قطاع النشقين من وإنت عندك كم سنة؟ من وإنا 9 سنين من 2009 من 2009 وإنا في النادي الأهلي قال انت يعني إيه يعني واخد كده روح الأهلي وكل حاجة من الأهلي كل حاجة كل حاجة من النادي الأهلي واخد أ Влад أجمد ربنا على حاجة كتير أو في النادي الأهلي الحمد لله يعني الواحد بيحمد ربنا هو ا形اب في النادي الأهلي يعني مكنش في نادي تاني وبعدين جي opioids يفرق كتير جدا بيه يعني إحنا صغيرين لما كنا بنخسر ونتعادل إعقاب بقى وخصمه وحاجات كبيرة جدا فالحمد لله يعني دي أهم حاجة بالنسبة لي الحمد لله طيب قول لي بداياتك في كاسر ربطة الناس تفرجت على زياد طارق تقلقت وأحرصت هدف كمان كان مهم في إحدى المباريات بالنسبة لك هي دي البداية والانطلاقة مع الأهلي يعني ولا لسه مستني بداية تكون أفضل وأكثر تمييزا هي دي كانت بداية كويسة بس أنا لسه ما عملت يعني ما حصلش اللي في دماغي لسه مستني إن شاء الله فرصة أكبر من كده أثبت فيها نفسي أكتر للناس والناس تشوفني يعني بشكل أحسن إن شاء الله وقدر في دي الفرعان بس الجمهور يعني بتكلم على زياد طارق يعني زياد طارق زياد طارق لعيب مهاري وهو الجمهور الكرة بيحب اللعيب المهاري فرأيك إيه في كلام الجمهور على زيادة وبتستقبل الكلام ده ازاي وخلي بالك حط في اعتبارك أن أنت لسه صغير كلام ده أكيد لازم تاخده بشكل كده هادي وما تتصرف أكيد طبعاً كلام من الناس كلها يعني على دماغي وبأحترموا جداً حتى الانتخاضات في ناس كد بتقول لي لازم تعمل كذا وما تعملش وتشتغل على شغل معين كل الكلام ده بأحترموا طبعاً وبأخده بهدوء وأن أنا أحسن من نفسي من أطور نفسي وأبقى أحسن من كده يعني بس حابتوا لي بقى الجمهور يعني بشكرهم طبعاً على الدعم اللي كانوا فيени апminist Ri ausi ناس كثيرة جداً كدت في أحدنا وكانت تشجعنا فبشكرهم وأتمنى داي من الدعم ده بتغفية زياد ان شاء الله والمستنين منك الكتير وان شاء الله يعني بطلق كتير مع النادي الأهلي مستقبل كبير بس عايزين نوري الجمهور الأهلي الميداليا هي الميداليا البرونزية التي كان بينتظرها جمعير النادي الأهلي مع واحد من عيبة اللي حتكون مستقبل النادي الأهلي فلما يكون فالسن blocks أخذ ميداليا برونزية إن شاء الله بإذن الله في يوم الأيام يجيب البطولة نفسها مع الجمهور. بتفكر في كتاب تحلم إن شاء الله هيحصل. هيحصل. هو قريب إن شاء الله. إن شاء الله. شكراك يا زاد بتوفي. يا أمير. يعني بصراحة زياد طريق لعب مميز. أكيد يعني بينتظروا مستقبل كبير. بيشتغل بشكل ممتاز. هو الراجل هو جايب لنا الميداليا عشان وريها مرة تانية لك كابتن إسلام والكل جماهير النادي الأهلي. وهي ميداليا أعتقد هي غالية جدا جدا من نسبة لنا كلنا كأهلوية. طبقا للظروف وكل ما حدث لنادي الأهلي الحظ السيء جدا اللي شفناه مع الأهلي إصابات وغيابات ومواعيد غريبة وظلم كبير واقع على الفريق. لكن يعني الميداليا دي فعلا من أغلى الميداليات. الأهلي خد الميدالية دي تات مرات قبل كده. لكن دي تعتبر نوجة نظري هي الأغلى بالنسبة لنادي الأهلي عشان كل ما حدث للفريق. فبالتالي مليوم مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. وإن شاء الله بإذن الله الميداليا السنة الجاية تكون يا إما الفضاية إما الدهابية بإذن الله. زي ما قال زياد كده. إن شاء الله في يوم الأيام وقريب الأهلي يقدر يحقق البطولة. لأن ده حلم وطموح موجود عند منظومة النادي الأهلي كلها. إن شاء الله بإذن الله في يوم الأيام يتحقق. هرجع لك يا كابتن إسلام. وإن شاء الله بإذن الله نحاول يكون معنا المزيد من اللقاءات. شكرا أنا أمير بس أنا ممكن أغلس عليك عادي جدا وقولك أن أنا لبست المداليا دي قبل كده. فما تورهليش أنا أوليها لفور. ممكن أغلس عليه عادي برد. عادي بشيء كده. ويريته معنا بقى. حصن كنت إيه؟ أحب بقى ده أنا نكون شوكده. يجي يقول حاجة زي دي. قوله بقولك إي ما أنا شفتها قبل كده. طيب كابتن علاء يعني زياد ودور الشباب الناشئين اللي موجودين في الناد الأهلي. اللي بان دورهم في رابطة في دوري أو في كأس رابطة الاندي المعترف. كانت حاجة مفيدة جدا أنك قدمت مجموعة شباب فيهم ناس ممائزة جدا زي زياد زياد لعيب مهاري ممائزة جدا جدا. ودول دول إن شاء الله هبقوا المستقبل للخادم. مش كلهم أستمع عشان بس نبقى وقعيين شوية. أكيد بعض منهم هيبقى في فريق أول يعني زي زياد أعتقد أن هيبقى موجود مع الفريق أول. البعض هيحصل إعارات والإعارات دي فايدتها ممتازة إنك في الآخر هتجع لك أنت. أنت شايف ده اللعيب بتاعك أنت ده إبنك أنت. الأعرب بتفيد اللعيب كويس قوي بيحتاج كبير لعب وإنت بترقبه. هل هو يقدر يبقى موجود مع لعبة الناد الأهلي ولا لسه شوية ولا يحصل بيع نهاية. عارف هي كلها فوائد لكن هي مجموعة ناشئين طلعين ممتازين فعلا. ممكن زيادها بقى لي مستقبل جمد جدا إنه مهاري ومهارته حلوة وعمصها في نفسه كويس جدا. فأعتقد إن شاء الله بعض اللعيب الموجودين إن شاء الله فعلا بالناد الأهلي. إن شاء الله خلينا نطلع فاصل الأخير ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. أهلا وسهلا مع حضراتكم يا مرأوخ العزائي المشاهدين. كابتن علاء باحتفالات وانتهت. هنعمل بقى زي ما دايما بنعمل كيف يفكر بيتسو موسماني في المباراة القادمة. الهلال السوداني ندي هنت كده يعني. لا التفكير واحد يا إسلام عايز بيضاء قوية جدا في دورة مجموعة. وهو إن شاء الله الأول لأنه كان بيتكلم النهاردة أنه إن شاء الله عايز نرجع كاسة العالم الأندية تاني السنة القادمة إن شاء الله. فالبداية تبقى من مرش الهلال تفكير كويس قوي تركيز كويس قوي. أكيد زي ما أنت قلت الوقت خلاص يعني بكرة فيه فرحة وكده بعد كده التمرين تركيز هيقف على نفسها كويس قوي. هو عايز بداية خوية مش عايز الفرحة واللي عملناه في كاسة العالم ممكن يحصل أي مشجاة. أه طبعا وأكيد الهلال ستداني عمل لك ألف حساب وكده كده بيعمل لك حساب. وتخيل كمان بعد الإنجازة عملته ده فأكيد تركيز كويس قوي. لازم أنت مركز وعينك على أول مجموعة وبعدين تبدأ خطوة خطوة. فإن شاء الله دائما هي دي أول خطوة أول خطوة مهمة جدا أعتقد النادر الأهلي حاجة مش جديدة عليه يعني بيبدأ دايما البطولة في دور المجمعات. أعتقد إن شاء الله مفراته قوي جدا يحسمها إن شاء الله النادر الأهلي ويبقى بداية قوي جدا كله يعرف إن الموضوع يبقى استنادي مختلف. النادر الأهلي إن شاء الله هو برضو صاحب البطولة دي إن شاء الله يا رب. يعني برضو زي ما أنا قلت هل حيلعب غالبا بنفس التشكيل؟ غالبا ما أعرفتش أغارفي. يعني هي الطريقة خلاص الإسلام هو أعتمد للطريقة دي. أعتمد واحدة ما بين خمسة أو أربعة. بس غالبات هاتة أربعة ثلاثة أعتمدت خلاص الأشخاص اللي لعبوا نهاردة إسلام أنا شايف بالأداء بتاع نهاردة مفاشد غير. ما فيش أحسن من كده بصراح فيش أحسن من كده تماما هو بقى مع أوراق ربحة بره وزي ما بقول لك منافسة حلوة وعلى فكرة ده النجوم اللي عاديون بره بس اللي موجود الوقت هو الأحسن هو اللي هيلعب وإنت أما تيجي بفرصة هتلعب وإنك أنت هناك نجم كبير خصوصا ما بتكلم مع محمد مجدي محمد مجدي كبير جدا لكن الوقتي ممكن يكون مش محمد مجدي لكن في ناس موجودة تانية للشكل حلو قوي فمحمد موجود وعايز يلعب وهتجي له فرصة وهيل لكن أنا دايما بحب موضوع المنافسة منافسة أحلى حاجة في الدينة خصوصا في الأندية كبيرة إذا الأهل عموما يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي خلال المباراة القادمة أنا بس هستأذن حضراتكم أن إحنا بكرة وبعده هنكون غالبا أجازة مش هنكون موجودين مع حضراتكم إن شاء الله بداية من يوم الثلاث نرجع مرة أخرى بقى البيت الكبير يرجع مرة تانية بعد نهاية برنامج الأهلي في المنديار كابتن علاء أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وألف مبروك حبيب الله بارك فيك و ألف مبروك على النادي الأهلي وجماهير ومجلس إدارته وتحية ليك وأسرة العمل تختاية ممتازة والله مجود تشكره عليه ودائما كده إن شاء الله مجودك بقدمة في الأفراح إن شاء الله ربنا أخليك يا كابتن علاء شكرا جزيلا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا قبل ما أشكر حضراتكم نحابب أن أنا أشكر كل العاملين الحقيقة على الأسبوع أو العشر تيام اللي فاتوا الحقيقة من وقت ما بدأنا برنامج الأهلي في المنديال من يوم واحد أو من يوم واحد وثلاثين وحتى الآن كل العاملين في هذه القناة كانوا مسخرين نفسهم لخدمة جمهور النادي الأهلي الحمد لله والشكر لله تغطية كانت محترمة في كل الاتجاهات سواء في الإمارات أو من هنا كل برامج شاشة قناة النادي الأهلي كانت شغالة على التغطية في الإمارات وبعثة النادي الأهلي وكان عندنا من الساعة 10 الصبح وحتى ساعة 2 بالليل دائما ما يكون عندنا أخبار بعثة النادي الأهلي فأنا حابة بشكر كل العاملين في قناة النادي الأهلي وبشكر جمهور النادي الأهلي على الدعم اللامحدود الحقيقة اللي دايما بيكون في ظهرنا في خلال كل هذه البرامج إن شاء الله بكرة طبعا هيكون معانا كالعادة تغطية عودة فريق النادي الأهلي تغطية خاصة لعودة فريق النادي الأهلي إلى أرض الوطن بسلامة الله إن شاء الله يكونوا موجودين ساعة واحدة واحدة لربع تقريبا بتوقيت القاهرة يكونوا متواجدين إن شاء الله وكالعادة تغطية خاصة جدا لعودة بعثة النادي الأهلي بعد فوز النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخه ببرونزية كأس العالم للأندية أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا أستأذن حضراتكم في بكرة وبعده بس أجازة إن شاء الله يوم الثلاثاء حلقة جديدة ونبدأ حلقات البيت الكبير مرة أخرى بقى لمتابعة النادي الأهلي في بطولاته الإفريقية وبطولة الدوري وكل الأمور الخاصة بالنادي الأهلي أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وألف ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي دايما أفراح ودايما مبسوطين ودايما سعداء أنا بشكركم وإن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الثلاثاء وأولى حرقات أو عودة حلقات البيت الكبير أشكركم وأشوفكم على خير